ايه اهم العقبات اللي بتخلي الناس تعذف عن هذا التسجيل وتشتغل بالعقود العرفية بحسنا ده بحسنا طبعا عدنا نبحث وجبنا السادة اعضاء الشهر العقاري وقعدنا معهم وقلونا واستمعنا للناس وحتى التجارب الشخصية وانا ليه اجربة شخصية معهم يعني من عشرات السنين سجلت في 6 سنين سجلت في 6 سنين حضرتك اه كنت وقتها رئيس نيابة كنت رئيس نيابة ما بلك المواطن العادي يفض 15-20 سنة ومكن ما يعرفش فكان عندي تجربة شخصية دلوقتي قلنا نقعد وقعدنا نشوفه المعوقات ايه لقينا حصرنا اهم المعوقات قادر اقول لي سيادتك في 3 حاجات رئيسية اول حاجة كان ربط ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل بمعنى انه سيادتك ما تقدرش تسجل وانت المشتري وصاحب المصلحة الا لما الباقع يسدد الضريبة بتاعته لوزارة المالية لوزارة المالية طيب الباقع ما سددش اقوم ان اعمل ايه حفظة المتعطل اول اروح اسددها بداله عشان اضطر استكمل اجراءات نقل الملكية طبعا دي كانت مشكلة كبيرة الحمد لله تم فصل سداد الضريبة الملتزم بيالباقع اكتر من حلقة بيوع عرفية واحد اشترى من واحد باعقد عرفي والتاني باعقد عرفي والتالت باعقد عرفي احنا قعدنا في اكتر من كم احنا لغاتي 20-21 من 46 ايه 20-1946 اه 20-21 ايوه 13 مليون مسجل يعني بواقع كم ده كم سنة اه 75 سنة نعم 75 سنة عملنا كم 13 مليون لما تيجي نحسبها يبقى بواقع اه 14 الف في الشهر في كل الجمهورية طيب والناس خلاص ما بقيتش تسجل نعم وفي عزوف طب هنعمل ايه طب المشكلة دي بتاع التسلسل الملكية المسجلة قلنا طيب ده تغاضى عنها بس بايه ولازم يقفين برضو شيء من الاطمئنان ان الراجل اللي هيجي يسجل ده هو الحائز العين قلنا فلما معاك العقد العرفي وحائز لمدة خمس سنوات نعم وحسن نية خلاص نسجلك ترجمة نانسي قنقر